السلام عليكم أهلا بكم إلى موجز للأنباء البداية حيث تنقلت وسائل والإعلام العالمية ما أدل به وزير شؤون الخارجي رمطان العمامرة حول عدم وجود أي نية للجزائر للتنسيق أمنيا مع باريس حول تدخل في ليبيا تحت أي مسمى نهيك عن تطرقه للاستفزازات المغربية عبر توسيع ما يصطلح عليه بالجدار العازل على الحدود الغربية للوطن ولي الحديث حول الموقف الجزائري يتواجد معنا في الأستوديو المحلل الأمني سيد أحمد ميزاب أهلا بك أستاذ أهلا بك أستاذ إذن تبعنا ما قاله أمس وزير شؤون الخارجي سيد رمطان العمامرة حيث أكد أنه لا يوجد أي تنسيق أمني بين باريس والجزائر تنسيق أمني من أجل التدخل في ليبيا عسكريا نعم يعني موقف الجزائر وتصريح وزير الخارجية يوم أمس يعني كان تصريح يصب في فلسفة الجزائر في تعاملها مع القضايا الدولية وحتى الإقليمية الجزائر تتعامل في مناقشة ومعالجة القضايا باليد النظيفة والبيضاء من أجل حل القضايا بطرق سلمية وليس بتوظيف سلاح التجارب في الصومال وأفغانستان والتدخل في ليبيا في سنة 2011 كنا نقول بأنه يثبت هذا التدخل بأنه يتفاعل عضويا في تغذية يتفاعل عضويا مع الجماعات الجريمة المنظمة وبالتالي يغذي الجماعات الإرهابية والتدخل يترك منافذ لهذه الجماعات في القيام بعمليات وكذلك مساحات للعمل والتحرك بالتالي نحن نريد تشفيف منابع التمويل نريد تشفيف منابع التحرك والسيطرة على هذه الجماعات الإرهابية وليس بمنح فرصة أو ضوء أخضر لهذه الجماعات بأن تقوم بعمليات قد تضر بالمنطقة بأكملها وعليه المواقف الجزائرية مواقف ثابتة مواقف رصينة معروفة منذ بناء الدولة الجزائرية نحن لا نتعاطى مع القضايا الإقليمية والدولية بمنطق القوة أو بمنطق التدخل الدولي لأنه نرفضه جملة وتفصيلا أستاذ أحمد ميزاب هناك من قرأ كلام وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريون قراءة خاطئة حول ربما التدخل في ليبيا أولا الوزير الفرنسي حينما قدم التصريح أو من كتب التصريح على لسان وزير الفرنسي لم يبرز معالم هذا التدخل أو هذا التصريح لأنه في حد ذاته التصريح مبهى بالنسبة للوزير في حد ذاته وبالنسبة لمن يطلق هذا التصريح لأنه القيام بعمل في أي شكل هو قربما أن التدخل إما لحل القضية السلمية وقد لا يكون بالأساس عمل عسكري وعليه فالتفسير وتأويل هذا الكلام ربما سوق بمنطق خاطئة أو بصورة خاطئة لكن نعود إلى شيء المؤطيات الموجودة اليوم في الأرض في ليبيا هي تقول بأنه لا يمكن أن يكون هناك عمل عسكري لأنه أي عمل عسكري قد يؤدي إلى تفجير منطقة بأكملها حينما تقوم بعمل عسكري تقوم بعمل عسكري لصالح من ومع من وضد من الدخول في عمل عسكري في ليبيا هو كأنه الدخول في مستنقع إلى موضوع آخر الأستاذ أحمد ميزابا الجزائر أعلنت وقالت أنها ستقوم ببناء سياج فاصل على الحدود الجزائرية المغربية من أجل وضع حد لمهرب الوقود وسموم الجزائر ما صرحت ببناء السياج نعم أنها ستقوم ببناء سياج على الحدود الجزائرية المغربية أولا نحن نعرف بأن الحدود الجزائرية التي تتجاوز 6343 كيلومتر هي مساحة حدود شاثعة وفي ظل ما نشهده من تطورات والتداعيات أمنية يستلزم علينا أن نضع مخطط أمني واستراتيجية أمنية لتحصين الحدود وحيمية من التسلولات نحن نعرف بأن حدودنا الشرقية فيها التهديدات الإرهابية الحدود الغربية أضحت منبع لدخول السموم والحدود الجنوبية كذلك هي حدود متفجرة بقضايا السحل وعليه في تصوري أن تصور الجزائر الأمني هو ضرورة وضع استراتيجية لحماية الحدود تبقى في كيفية هذا العمل في وضع سياج أو غير السياج هذا يبقى ربما كفكرة وليس كعمل قد يكون مباشر أو خلال فترة لاحقة لأن هذا المشروع يتطلب الكثير من الأشياء ونحن دائما متمسكون بروابط بناء الاتحاد المغرب العربي والمحافظة على العلاقة الطيبة مع الشقائنا والتعامل بمستوى راقي مع متطلبة هذه القضايا سيد أحمد ميزاب المحلل الأمني كنتم ضيفي في الأستوديو شكرا لكم شكرا لكم